بمناسبة غرف الملابس مبارح الناس انزعجت جدا وقلقت على الحريق اللي نشب في النادي الاهلي والقصة يا جماعة ده المدرج القديم اللي مجلس الإدارة واخت قرار بهدمه وبدأت أعمال الهدم فعلا تتنفس الشركة المنفذة لأعمال الهدم وهي بتنفس طبعا عمال الهدد واضح انه بيستخدموا نشر الخرصانة القديمة فيبدو انه تطاير شرار وماس فاشتعلت في الكراسي والخشب والحاجات الحطاب اللي موجود اللي متخزن ربنا نجل النادي الاهلي بجد لانه التصور لما تشوفه حجم الدخان وحجم الاشتعال في المنطقة ديت كان بين موقع النار توبيس الفريق الكبير والصغير والصلاة مغطى في ظهر الحريق يعني قدام جهاز الكورة بينهم وبين بعض ما فيش يعني حيط فتمتخيل ان السوائين مش موجودين للعضاء والموظفين والرجال الحماية المدنية شالوا الاوتوبسات شالوا الاوتوبسات دي حاجة يعني مسئولية عالية جدا 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 وحس لانه ما قدروش يتواصلوا على ما يجي السوائين ويحركوها ما استنوش ودي انقذت الأمر تماما يعني الحمد لله لكن هو الحريق في مكان محدود فتم حصاره يعني وفي مكان بيتم هدم يعني يعني هو انت كده كده بتخدم يعني ما فيش خسائر حقيقية بالمعنى الخسائر الحمد لله كلها يعني حاجات متخزنة لكن الحمد لله الحمد لله